السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا موضوع جدا مهم جدا جدا مهم وهو الذكاء الاصطناعي طيب انت تبغى تسوي بحث انت تبغى تبحث عن كلمة معينة انت تبغى كلمات مفتاحية لشيء معين انت تبغى كود أكواد أكواد برمجية كل هذا يوفرها لك شات جي بي تي طيب مثلا ابغى اكتب لبحث عن ضوء الشمس طيب العنوان اثر الضوء الشمس المقدمة الى اخره ويبتل يكتب لك عن البحث هذا الجسم اثر الضوء ومدر ايش طيب نبغى مثلا معنى او كلمة اجلس باللغة العربية او معاني مثلا معاني معاني كلمة اجلس باللغة العربية مثلا على سبيل المثال كلمة اجلس باللغة العربية اجلس بمعنى البقاء في وضعية الجلوس او الجلوس بشكل مؤقت دون حركة طيب ابغى مرادف كلمة اجلس اجلس باللغة باللغة العربية مثلا بعض اليك بعض المرادف اقعد اجلس اجلب استقر استراح قاعدة جالس طيب ابغى اكتب لكود برمجي بلغة سي بلس بلس سي بلس بلس زائد زائد مثلا بسيط او مثلا عن الحاسبة الالي الحاسبة مثلا الحاسبة الحين اليك مثلا بسيط كيفية كتابة يلا شفت شلون يكتب لك انت انسى خباس وحطه على سي بلس بلس وراح يطلع لك برنامج يعني طيب نبغى مثلا افضل او برامج برامج مجانية لتسجيل لتسجيل الشاشة للكمبيوتر هناك العديد من البرامج المجانية المتاحة مثل هذا مجاني وبرضه وعطاك الموقع بعد برضه وعندك هذا مجاني اعطاك الموقع وعندك هذا مجاني اعطاك الموقع وعندك هذا مجاني اعطاك موقع وهكذا يعني جدا برنامج حلو أنصحكم فيه طيب أكثر ما عجبتني أنا النتيجة هذه فأكتب لي أكثر أو المزيد أو مور مور طيب ها شوفوا يكتب عن البرامج هذه اللي هي طيب كيفية يسر لك حساب هنا سنق أب طيب بدن هذه جوجل كروم أو تبت انشأ لك أنت حساب بدون دخوله على جوجل كروم طيب أنت بتواصل هنا على طول متابعة جوجل كروم تسجل دخول عادي مرة عفوا جوجل جيميل جوجل كروم ما خالف خلاص agree تحط تاريخك من هنا مثلا الف سمية طيب agree خلاص أعطاك أبدأ اللغز طيب سبعة يقول H8 هنا أرسل على العموم بس هذا هي يعني G 8 أرسل طبعا مجاني بالكامل G9 أرسل خلاص صار لك حساب عندهم طبعا الرابط موجود في وصف الفيديو نصل في نهاية هذا المقطع لا تساقل بقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله لله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله